وفيه بقى مبارح برضو حدث لازم نقف عنده ونبدأ حدثنا عليه ونحن نتكلم في البداية كده عن العلاقة طبعا القوية جدا ما بين طبعا كرة القدم المصرية والإماراتية وده واضح جدا من أوجه كمان التعامل اللي بيتم بشكل يعني أو بكل موسم خلينا نقولها خصوصا فيه السوبر المصري اللي استضافته طبعا الإمارات فيه أكتر من موسم مكان وأكتر من موسم رائعين ونكحين بشكل كبير جدا خليني أقول لحضراتكم فعلا فيه ترحيب واهتمام إماراتي كبير جدا بقامة السوبر المصري في أبو دابي وده ترجمة أكيد حيكون لعلاقات أنت بتكلم علاقات قوية جدا بين أكيد الجانبين وده من زمان مش حاجة حديثة أو مستحدثة ويعني أعتقد كلنا لمسين هذا الموضوع السنة دي كمان فيه نظام جديد للبطولة تم الإعلان عنه بالأمس وتم توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس أبو دابي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة في مصر وده اتفاقية أو اتفاقية شراكة عشان إقامة كاس السوبر المصري للأبطال في أبو دابي لأربع مواسم متتالية اعتبارا من هذا العام تتكلم عشرين وعشرين لأن العقد اللي فات أو الارتباط اللي فات انتهى بنهاية هذا العام وبيجدد يعني زي ما احنا بنتكلم دلوقتي وحيشهد مشاركة أربع فرق لأول مرة هم تتكلم أبطال الدوري والربطة وكاس مصروي كمان وصيف بطل الدوري وعايز اقول كمان يعني ما ننساش ان بجد كان فيه لو انت جيت قيمت الفترة هتلاقيه كان فيه نجاح كبير جدا في تنظيم الامارات للنسخ الستة السابقين للسوبر المصري كانت تكلم عن خمستاشر وسبعتاشر تمنتاشر عشرين عشرين وعشرين 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 لو انا مش ناسية او انا مظبوط كلامي يعني ودائما بيكون فيه حالة من الاحتفاء يعني الاماراتي باستضافة البطولة بيكون لها كده شكل او طعم مختلف بصراحة يعني انا ما حضرتش قبل كده هناك ما حصل ليش يعني ان انا قدرت احضر قبل كده اي مطشة او بطولة لكن انا اعتقد ان شاء الله مع هذا التجديد ممكن جدا يبقى فيه اتاحة لنا جميع ان احنا نروح ونستمتع بالاجواء هناك لان كمان خلي بالك يا كريم الناس اللي مرحتش ابو ذاوية مرحتش دبي غير اللي بتسمع انه انا كنت من الناس اللي مرحتاش بعدوي دائما نسمع 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 لكن قصة انك تسمع الاراق بتابع مختلفة لازم تجرب بنفسك لازم تشوف بنفسك لان كل واحد ليه وجهة نظر فعلا الامارات من الدول اللي تحبها بجد او انا حبيتها عن نصار شخصي جدا جدا بلد جميلة فانا مرحتش ابو ذاوية انا رحت دبي بس يعني ان شاء الله يبقى فيه زيارة لابو ظبي قريب بس بجد بلد جميلة والنظام جميل جدا وهناك انت عارف اصلا فيه جاليات كتيرة من جنسيات مختلفة حتى فيه مصرين كتير جدا فانت لما بتسافر ما بتحسش قوي انك مسافر يعني فده كمان حلو طبعا ابو ظبي ما تقلش جمالا عن دبي بأي حال من الاحوال بس هي ايه اهدى سنة يعني فهم هزي اهدى شبس طبعا فيها نفس القدر من الابهار والجمال والنظافة والسيستم الحقيقة دورة الامارات عاملة شغل رائع على كل المستويات وعلى كل الأصعاد وده اللي نخليها قبلة يعني الناس كتير جدا اللي هي فكرت تسيب بلدها وتعيش بره بما فيها امريكان بما فيها اوروبيين حضراتكم زي من هوند بتقول فعلا لما تروحوا الامارات هتلاقوا تقريبا كل جنسيات العالم موجودة هناك تسامح غير طبيعي يعني المجتمع هناك حقيقي يساعدك ويساعدك على العيش في سلام